امبارها الحقيقة كنا نتكلم عن أهمية مبارات مصر والمكسيك في كأس العالم للسالة لو تفتكر يا كريم قلنا أن يمكن الفوز هيبقى صعب ويمكن شيء مستحيل ولكن منتخب مصر الحقيقة فجئنا والحمد لله بارقة أمل اللي كانت عندنا تحققت وفوزنا على منافس قوي جدا بنتيجة 100 ل72 وبكده بقى نتأهل للمرحلة القادمة ونواصل منافساتنا وبإذن الله المباراة دي تكون بقى هي الدفعة المعنوية والقوية جدا للي جاي الحقيقة يعني نعم احنا هنلعب على المراكز من 16 ل 22 ولكن عايزين نسعى أننا نفوس في كل مبارياتنا الخبر الحلو بقى كمان أن إيهاب أمين لعب الأهلي ومنتخبنا حصل على لقب الأفضل في اللقاء بعد تسجيله 22 نقطة وصناعة 10 فرص تهديفية الحقيقة نحنا يا كريم هنتكلم عن ده أكتر في فقرتنا الحوارية طبعا ولكن يعني مباراة شفنا مباراة كبيرة جدا منتخب مصر نقدر أنه هو يكسب أمام منتخب من أقوى المنتخبات على مستوى كرة السلة الحقيقة وأمام المكسيك يعني كانت مباراة قوية جدا وعكس توقعاتنا احنا نبارح فعلا نتكلمنا وكنا بنتكلم أنه الفوز يمكن يكون صعب مش بس بقى احنا كسبنا احنا كسبنا كمان بسكور محترم فالحقيقة يعني بنتمنى أن احنا نحقق المزيد من النجاحات خلال هذه البطولة وده كان أول فوز كمان للمنتخب والحقيقة أن احنا نتكلم أكتر عن التفاصيل دي لأن احنا يعني يمكن أكتر أو كل ما نحقق بوينت كل ما تكون فرصتنا فيه للتحاق بأولمبياد باريس 24 أكيد قوية وكبيرة جدا